اشتركوا في القناة لا تنسوا كتاب التعليق أسفل هذا الفيديو طبعا أقرأوا جميع تعليقاتكم بدون إطالة نبدأ على بركة الله إذن سنقوم الآن بالتوجه إلى تطبيق نونو لايف سنقوم بالضغط عليه طبعا ستجدون رابط هذا التطبيق أسفل الفيديو سنقوم بالضغط على السماح السماح لا كما ترون ونقوم بتسجيل عن طريق الفيسبوك أو عن طريق جوجل إذن سنقوم بالضغط على فيسبوك طبعا هنا سنقوم بالضغط على تسجيل عن طريق جوجل إذن سنتظر لا يتم يتمنون تسجيل عن طريق جوجل سنقوم بالضغط على حسابنا على جوجل وننتظره قليلا جيد كما ترونه سنقوم بالضغط على اتباع الكل وسنقوم بالضغط على هذا الرمز إذن كما ترونه هذه الواجهة الرئيسية لتطبيق نونو لايف إذا كما ترون على هذا الشكل طبعاً هنا اللايف هو تطبيق لعمل لايفات أو بت مباشر لسواء إذا كنت تلعب أو إذا أردت تحدث في أي موضوع أو أي شيء يمكنك أن تقوم بعمل لايف بكل سهولة على هذا التطبيق طبعاً هنا الموصبه وهو الأشخاص الذين يمتلكون أكبر عدد من المتابعين في حسابتهم أو على اللايفات الخاصة بهم على سبيل مثل إذا رأينا هذا الشخص فهو الأول في قائمة الموصبه ويمتلك 4535 شخصاً يتابع البت حالياً طبعاً إذا قمنا بالدخول إلى هذا الشخص سنلاحظ أنه يمتلك 580 ألف متابع ويشاهده حالياً 4400 شخص في الوقت الحالي في هذا اللايف إذا أردت طبعاً أن تقوم بمتابعته يكفيك الضغط على هنا طبعاً يمكنك الضغط على علم الزائد وستتم متابعته بكل سهولة في حالة ما قام بعمل لايف في المرة المقبلة سوف يظهر لك إشعار أنه يقوم بعمل لايف هنا كما ترون هذه هي التعليقات التي يقوم بها المعجبون أو المتابعون حالياً إذا أردت أن تقوم بكتاب التعليق في هانونو لايف يمكنك الضغط على هنا وكتاب التعليق بكل سهولة وإرساله إلى هذا الشخص أما إذا أردت أن تقوم بإرسال هدية يكفيك الضغط على مكان الهدية وستقوم بإرسال الهدية لكن كل هدية يجب عليك أن تدفع عليها 16 عملة هذه الهدية 9 عملات طبعاً هذه الهدية 9 عملات أو 7 عملات هنا 16 طبعاً يمكنك أن تقوم بالحصول على العملات عن طريق شحن الحساب فعند شحن حسابك يمكنك أن تقوم بإرسال العملات إلى الأشخاص الذين يقومون بعمل لايف إذن سنقوم الآن بالرجوع وهنا قائمة الدردشة هؤلاء الأشخاص كذلك يقومون بعمل لايف بخاص بالدردشة وكل شخص هنا لدينا 104 شخص يتابعوا البت حالياً 67, 52, 46 هنا التسلية كذلك بالنسبة للتسلية في هذا المكان يتم عمل تحديات بين المشاهدين والأشخاص الذين يقومون بعمل لايف اللاعب كما صرحت لكم من قبل أي شخص يقوم بعمل لايف للعبة يقوم التطبيق بوضعه في هذا المكان ويجب عليك أن تقوم بكل ما حصلت على المتابعين في البت المباشر بشكل أكبر كل ما يقوم التطبيق بوضعك في الأماكن الأولى في التطبيق للحصول على المشاهدين أكثر وأكثر كل هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل لايفات لأي لعبة يمكنك كذلك الضغط على هنا والبحث عن لعبة Among Us فورتنايت كل هذه الألعاب يمكنك أن تقوم بالضغط على واحد منها وستلاحظ الأشخاص الذين يقومون بعمل لايفات في هذه اللعبة بكل سهولة جيد الآن إذا أردت أن تقوم بعمل إذا أردت أن تقوم بعمل لايف في تطبيق Nono Live فالأمر بسيط ستقوم بالضغط على هنا وهنا لديك ثلاث خيارات في حالة ما أردت أن تقوم بتسجيل الفيديو تقوم بالضغط على هنا بدء البت عادي مثلا كبد التسلية وبت الدردشة سمح سمح إذا كما قلت سابقا إذا أردت أن تقوم بعمل بت عالية كيفية الضغط على هنا بدء ألعاب بحالة ما أردت أن تقوم بعمل بت للعبة PUBG Free Fire وأن تقوم بعمل بت خاص بها في تطبيق كيفية طبعا أن تقوم بالضغط على بدء ألعاب وهذا سوف تقوم باختيار اللعبة التي تناسبك طبعا هنا العنوان سنقوم بكتابة العنوان وهنا ستقوم باختيار اللعبة التي إذا أردت طبعا اللعب بها أو اختيار اللعبة التي سوف تلعب بها مثلا على سبيل مثل Free Fire وإشعار هنا إشعار الذي سوف يصل للمشتركين الخاص بك يمكنك تغييري على هذا الشكل طبعا يمكنك كتابة أي إشعار تود وسوف يصل إلى المشاهدين وهنا إعلان عن غرفتك في حالة ما أردت أن تقوم بكتابة نص صغير عن الغرفة وكذلك يمكنك مشاركة البت عن طريق فيسبوك واتساب انستغرام لاين وتويتر بعد ذلك تقوم بالضغط على هنا والضغط على البت المباشر طبعا هنا عندنا الضغط على أوكي سوف يتم عمل لايف وسوف ينقلك التطبيق مباشرة إلى اللعبة أوكي وسوف يتم عمل لايف لسكرين الخاص بهاتفك أوكي سوف يتم تسجيل سكرين لهاتفك لا أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الآن لماذا لأنني أقوم بتسجيل ولا يمكن أن أقوم بعمل سكرين وأستجيل في نفس الوقت إذن هنا إذا أردت أن تقوم بعمل بت عادي يكفيك الضغط على بت مباشر ويمكنك كذلك يمكنك تقوم بتغيير العنوان وكذلك غلاف اللعبة طبعا أي شخص قام بالدخول إلى هذا التطبيق أو إلى اللايف الخاص بك سوف تظهر له الصورة الأولية والصورة الأولية هي الغلاف هنا إشعار البت كما صلحت لكم من قبل النص الذي سوف يصل إلى المتابعين بعد ذلك تقوم بالضغط إذا أردت أن تقوم هنا بالضغط على فلتر وتغيير الفلتر أثناء عمل البت المباشر بكل سهولة وعند الانتهاء تقوم بكل سهولة بالضغط على البت المباشر وصوف يتم عمل بت مباشر في تصبيق نونو لايف هنا سنقوم بتغيير إذن سنقوم بكتابة الضغط على هنا ونقوم باختيار الصورة سنقوم باختيار هذه الصورة بعد ذلك سنقوم بالضغط على هنا وضغط على بت الليف ففور الضغط على بت الليف سوف يقوم تطبيق نونو لايف بإرسال لك طبعا المشاهدين إذن سنقوم بالضغط على بت الليف أو بدي البت المباشر لنقوم بترون قمنا الآن بإنهاء الليف وكما ترون هنا فهذه هي الطريقة التي يمكنكم بها عمل بت المباشر في تطبيق نونو لايف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على حسين تتبعكم أتمنى أن الشرح كان واضحا بالنسبة لكم فهذا ما كان لديكم تساؤل استفسار أكتبوا لي أسفل هذا الفيديو ألقاكم في حلقة قادمة دمتم في آمان الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة